ألف مليون مبروك لمنتخب مصر ألف مليون مبروك للمصريين والكابتن حسام حسن كابتن حسام حسن اللي لعب ست مباريات مع منتخب مصر فاز في أربع مباريات وتعادل في مباراة وهزن في مباراة وحيدة وكانت أمام المنتخب الكرواتي واحد من المنتخبات الكبيرة رقم ثلاثة على مستوى العالم وأيضا عمل أداء طيب جدا النهاردة أمام فريق صراحة يعني ضعيف المستوى رقم 145 على مستوى العالم بوتسوانا يعني عندهم اتنين مليون وربعمائة ألف نسمة بلد صغير بلد بعيد تماما عن قرة القدم لم يتأهل في تاريخه لكأس الأمم الأفريقية غير عشرين اتناشر فقط وهزم بنتائج كبيرة جدا ثلاث مباراة اللي شارك فيها ولكن في النهاية أنت تكسب خارج أرضك 4 صفر كمان عايز أقول صراحة يعني أن برضو الظروف خدمت منتخب مصر بتأخر وصول فريق البوتسواني من موريتانيا قبل المباراة بخمس ساعات فقط كانوا جايين من رحلة وصفر ومجهود شاق طبعا منتخب مصر استفاد وستطعن يفوز 4 صفر في المباراة التانية خارج أرضه وكان في المباراة الأولى أمام كافردي كسب 3 صفر على فكرة ماتش الراس الأخضر وموريتانيا شغل دلوقتي حالا بدأ الساعة 10 يليت يا جماعة برضو نتابع ماتش لأنه مهم جدا نعرف النتيجة المجموعة تكاس الأم الأفريقية دي مش مهمة قوي لأنها بتاخد الأول والتاني يعني الأول والتاني من كل مجموعة بيتأهل فمصر في الصدارة بسبع أهداف لم يدخل في مرماها أي هدف رغم النقص العددي وغياب لعيبة مهمة زي عمر مرموش وزي مصطفى محمد وزي إمام عشور وزي أحمد حجازي طيب 1-0 الكافردي الغالي دلوقتي عدى حوالي 35 دقيقة أو 34 دقيقة و1-0 الكافردي الراس الأخضر على أرضها أمام المنتخب الموريتاني على فكرة الماتشين اللي جايين بتوعنا هيكونوا بإذن الله في شهر عشرة يعني شهر أكتوبر وهيكون مع المنتخب الموريتاني رايح جاي المباراة الأولى هتكون في القاهرة والمباراة التانية هتكون إن شاء الله بإذن الله في الموريتانيا طيب